للمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس السنغالية ماكي سال إلى مصر تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هند اللضاوي الكاتبة الصحفية أستاذة هند أهلا بك يا قدم ومشاهدين علاقات وطيدة ما بين مصر والسنغال ومجالات كافة لشكل التعاون ربما ما شهدناه اليوم من مذكرات للتفاهم في الطاقة الأثار والثقافة وأيضا مذكرات لتعاون المشترك في الرياضة والإعفاء المتبادل لحامل جوازات السفر الدبلوماسي والمهمة يعني أعتقد أن العلاقات ما بين مصر والسنغال يمكن أن تكون نموذج للتعاون ما بين الدول الإسرقية هي علاقات رسمت أو شكلت التاريخ بين البلدين كانت مصر حاضرة منذ استقلال السنغال وكانت من أول الدول التي اعترفت باستقلال السنغال بالإضافة أيضا إلى أن مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان لها حضور قوي جدا داخل إفريقيا وساعدت الكثير من الدول هذا ما رسم صورة قوية للتعاون والدعم المصري لأشقائها الأفريق جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر في عام 2014 وأعطى أولوية في السياسات الخارجية المصرية لإفريقيا وكان يؤمن بأن مصر لن تكون قوية إلا بقوة إفريقيا وإفريقيا لن تكون قوية إلا بقوة مصر وبالتالي أسس لمثل هذه العلاقات من خلال عقد الكثير من الاتفاقيات المشتركة دعم كافة أشكال التعاون بين البلدين لبناء الكثير أو توقيع الكثير من مذكرات التفاهم لتكون نواة للتعاون الإفريقي المشترك بالإضافة أيضا إلى أن السنغال تؤمن بأن قوة الدولة المصرية لابد أن تكون في إفريقيا بمعنى أن السنغال دولة مستقرة تتهد بإجراء الانتخابات وبالتنمية ومشروعات التنمية جاءت مصر في العهد الحالي أو مع الرئيس الحالي بكثير من مشروعات التنمية ما جعل السنغال تسعى لكثير من الاتفاقيات لتستفيد في الخبرة المصرية بالإضافة أيضا إلى نتائج هذا التعاون التي نراها في الأمم المتحدة في الاتحاد الإسريقي في منظمة التعاون الإسلامي في تجمع الساحل والصحراء بالإضافة إلى أن دول الساحل والصحراء الآن تتعرض لكثير من التحديات وانتشار الإرهاب مرة أخرى وبالتالي التعاون بين مصر والسنغال هام جدا لمواجهة هذه التحديات ولتأسيس مساحة مستقلة للقرار الإفريقي السياسي في هذه الطروب تحدثت عن محافل كثيرة تشارك فيها مصر والسنغال ربما في الأمم المتحدة وأيضا في منظمة التعاون الإسلامي وأيضا المنظمات التي تخص الشق الاقتصادي فيما يخص التبادل التجاري والاقتصادي ما بين دول القرار الإفريقية مثل الكوميسة مثلا عندما نتحدث عن هذه المشاركة الفاعلة في مجالات عدة وفي محافل دولية عدة وأيضا رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي هذا العام ماذا تقولين؟ أقول أن وجود تعاون ما بين دولة كبيرة مصر لها بعد عربي مهم مع دولة إفريقية كالسنغال تترأس الاتحاد هذه الدورة هذا ربما ينعكس إجابا بشكل كبير على القضايا العربية الإفريقية ذات الاهدمام المشترك وعلى رأسها طبعا قضايا الإرهاب والقضايا الفلسطينية وغيرها من القضايا نحن الآن نعيش عاصل تقلص نفوذ الدول الكبرى في إفريقيا هذا منعكس سلبا على كثير من الدول كما ذكرت في الساحل والصحراء تعاون مثل الذي نراه الآن بين مصر والسنغال يمكن أن يقيم قوى موازية ممكن أن نجد أن هناك الكثير من الدول الإفريقية التي تسعى للحاق بهذا التعاون لتستسعى الدائرة وتكون قادرة على حفظ استقرار إفريقيا على الاستفادة من الموارد الإفريقية التي تستغلها دول العالم لنهوض بشعبها ونجد أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها الشعوب الإفريقية وهناك الكثير من الدول الإفريقية التي تفتقد للحياة الكريمة وحتى أسس المبدئية للحياة ومن ثم نعتقد أن التعاون بهذا الشكل يمكن أن يكون نواة حقيقية للتعاون الإفريقي المشترك الذي يتماشى مع تحديات العصر لأن كل مرحلة لها تحديات مختلفة وهذه المرحلة التي نعيشها الآن لها تحديات اقتصادية نرى ما فعلته الجائحة في دول العالم الكبرى مبلغ الدول النامية نجد أن هناك تحدي خطير وهو انقسام وتقسيم الجغرافية لتحديات كثيرة بسبب تصارع النفوذ الدول الكبرى ونفوذ الدول الإقليمية الغير عربية ومن ثم أعتقد أن هذا التعاون هو رمانة الميزان الآن لحفظ إفريقيا وأيضا إيجاد صلة قوية ما بين الأمن الإفريقي والأمن العربي هذه البوابة الكبيرة تحرصها مصر وتساعد على حفظها من أجل الحفاظ على القضايا ذات الاهتمام المشترك الاهتمام ما بين إفريقيا وما بين المجموعة العربية بالإضافة أيضا إلى أهمية تدشين مشروعات من هذا النوع تحمل هذا الشكل من التعاون العربي الإفريقي إفريقيا قارة مليئة بالخيرات حتى أنها أطلق عليها في وقت سابق القرى الواعدة لما لها من خيرات ومستقبل تحتاج فقط الخبرة المصرية والأمنة المصرية والمؤسسات المصرية لتساعد الكثير وتكون ضمانة للمستثمرين الغير أفارقة في هذه القرى الوعيدة نعم توصف السنغال بأنها دولة أقرب إلى العالم العربي وأيضا الإسلامي برأيك كيف سيكون شكل التعاون في هذا المجال بما يخدم هذه القضايا ما بين مصر والسنغال بما يخدم القضايا العربية وأيضا القضايا الإفريقية وفي القلب بالطبع من القرى الإفريقية الدول العربية التي تراوح مكانها في الاستقرار مرة أخرى ومن هليبيا أنا أؤمن بأن التعاون الاقتصادي وربط مصير الشعوب ببعضها من خلال مشروعات متصادية مشتركة تنعكس إجابا على حياة الشعوب هو البعد الأقوى ويلقى أو بضلالي على الأبعاد السياسية والأمنية وبالتالي أعتقد أن مصر دائما حين تذهب لعقد المحاور أو تشكيل التحالفات من أجل التنمية هي تدرك بأن القيمة الاقتصادية والربط الاقتصادي والمشروعات التنموية المشتركة لها أبعاد أكرة أكثر أهمية ربما كالبعد الأمني والبعد السياسي تنفيق المواقف الآن أشكرك جزيلا على هذه الرؤية الأستاذة هند الضاوي مرة أخرى